الجهاد الروحي الجهاد في المسيحية خلينا أتكلم عن كمان نقطة قبل ما أبتدي أخذ مكالمات إنه جهاد السباق والرياضة مكتوب في آية خمسة وأيضا إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا تعرف حبائي هم يتكلم عن الرياضة وبتعرفوا في كورنتس الأولى صحاح تسعة من آية 24 بقول الجميع يركدون لكن أركدوا لكي تنالوا الجعالة يعني الجائزة المكافأة بيتكلم عن الألعاب الأولمبية اللي كانت تحدث في مدينة كورنتس بس بيستكمل الآية لاحظ ما يقول في الصحاح تسعة بآخر آية وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء لا مجال للدلع لا مجال لأي شيء أنا بعرف أنا كنت رياضي سابقا ولما كنا نأخذ التدريبات التدريبات شاقة جدا وكان يقولوا عالج الألم بالألم يعني دائما خد خطوة زيادة أكتر حتى لو تقلمت على أساس أنك تصل للغرض أنك تنصر في الحلبة تنصر على الخصم بتاعك بس هذا بيتطلب جهد وجهاد بيتطلب عرق بيتطلب جد وكد واجتهاد بيتطلب حزم وعزيمة وجزم بيتطلب ساعات طويلة تحرم نفسك من أشياء وتبتدي بساعات مبكرة حتى تصل للهدف للغرض عندما تدخل الحلب أنا كنت ملاكم كان عندنا شيء واحد وهدف واحد أنه تضرب الضربة القادية فهم بقول كل من يجاهد يضبط نفسه في حياة ضبط النفس سيلف كنترول تتحكم بحيث أنه تقدر يتواصل في هذا الموضوع جهاد في الصباق والرياضة هذه الكلمة التي ذكرتها